من تل أبيب في أول رحلة جوية مباشرة من إسرائيل إلى السعودية الرئيس الأمريكي جو بايدن يحط الرحالة بالمملكة ويلتقي في مباحثات رسمية العاهلة السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان مرحبا بعدها فتح المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية من وإلى السعودية معتبرا ذلك خطوة أولى لتطبيع العلاقات بين الرياض و تل أبيب المجال الجوي السعودي مفتوح الآن أمام الرحلات الجوية المدنية من وإلى إسرائيل هذه خطوة مهمة نأمل أن يكون في نهاية المطاف تطبيع أوسع للعلاقات بين السعودية وإسرائيل الرئيس الأمريكي قال إن واشنطن بحثت مع الرياض ضرورة رفع إمدادات الطاقة للأسواق العالمية وزيادتها بشكل خاص للولايات المتحدة بهدف التخفيف من الاضطراب الواقعي حاليا جراء الحرب على أوكرانيا في السياق ذاته تعهد البلدان بالحفاظ على حرية التجارة عبر الممرات البحرية الدولية لا سيما باب المندب ومديق هرمز وساعات قليلة قبل انطلاق القمة الأمريكية مع دول المنطقة تعهدت واشنطن والرياض في بيانهما المشترك على منع إيران من الحصول على سلاح نبوي ووقف دعمها للإرهاب مع ردع تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول بايدن وبحسب البيان نفسه جدد التزام بلاده بدعم أمن السعودية والدفاع عن أراضيها في ظل التحديات الأمنية التي تعيشها المنطقة بشأن جزيرة تيران أعلن بايدن انسحاب قوات حفظ السلام بما فيها القوات الأمريكية فيما ستتولى قوة متعددة الجنسيات ومراقبون ترتيبات ضمان حرية الملاحة قرب الجزيرة لجميع الأطراف الدولية وحتى إسرائيل البيت الأبيض بدوره رحب في بيان بمخرجات الزيارة خاصة تعهد السعودية بدعم سوق نفط عالمية متوازنة من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام ملف اليمن كان حاضرا في أجندة الزيارة حيث تعهد الطرفان ببدل الوسع لتمديد الهدنة في البلاد ودعم مجلس قيادتها الرئاسي بما يساعد في تحسين الخدمات الأساسية للشعب اليمنية لتمتع القديم موسيقى 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 شكرا